انا ممكن افسد فضلت الشيخ دلوقتي انت ايه بقى تفسيرك او تقول لي ملحوظك على موضوع الاحلام والرؤية في المنام ده يعني انا عايز افهم يعني هالفعل احنا حضرتك عندنا رؤية صالحة زي ما قلنا زي وسيدنا النبي مقال وعندنا حضرتك رؤية من الشيطان وفي بالعمية كده في عندنا كوابيس تمام فطبعا الكوابيس دي سيدنا النبي قال لنا العلاج بتاع الكوابيس دي والارك فانا ما جيش النهار ده حضرتك انام على مزيكة وام جاي مطف الانوار لان الشيطان بيقول زي ما ربنا قال انا جالي حلم وجالي رجل وجالي مين يفسرني او مين يقول لي انا بعمل صراحة هنا حضرتك بقى اقول لي مين بقى يفسرلي ما روحش المسعوذين انا قلت لحضرتك ايه ان كانت الرؤية صادقة ومن عند الله تمام ده اللي هم حضرتك بيفسروا اللي هم بيجري الله عز وجل الحق على قلوبهم تمام طب سيدنا الشيخ الشعراوي حضرتك يعني من ضن الجمال بتاع تفسيره في القرآن الكريم والخواطر بيفسر في غزوة الاحزاب ولم ينتهي من غزوة الاحزاب فزاب سيدنا الشيخ الشعراوي فنام فرأى في منامه الغزوة كاملة اراه الحق سبحانه وتعالى سيدنا سعد بن عبادة وسيدنا سعد بن معاز وده موت كذا وده قتل كذا وده ضرب كذا تمام شاف كل الرؤية دي وشاف سيدنا الشيخ الشعراوي من حيث انتهى في المجلس فرأى كل ذلك في منامه يبقى هنا حضرتك قادم مولانا الشيخ الشعراوي ولكن هنا دول الصالحين تمام انا هعرف منين يعني انا هعرف منين اسأل مين انا لا هو اعرف منين كمان ان الرؤى بتاعتي دي هي رؤى صالحة قال في اوقات معلنة خاللك على حاجة اولا لازم حتقوم للنوم يا اما مرتاح نفسيا يا اما حتقوم مقبوض يعني تمام لاني دي اول مبشرات بيدي رؤية خدت بالك يعني ما فهمتش يعني انت قايم قايم سيف رؤية معينة بس انا عرف لو قامت مقبوض ده كابوس ده مش كابوس ده ممكن رؤية بتستعدك لبلاء لاستقبال البلاء تمام استقبال البلاء بتجينا حاجات حلوة يهي كابوس بيجينا وحش انا اقول حضرتك يا دكتورة الكابوس بالنسبة لنا معروف بيجينا حاجات واخش دوا مدبقة ونيلة وحش وكبس على النفس لا يقول ده اما الرؤية فبتجي بحاجات حلوة ده نفا لكن تطلع بقى قلبي مقبوض من الرؤية دي جديدة الرؤية فيها 3 اشكال اللي هي ايه يا اما مبشرات يا اما منذرات يا اما زجيرات يعني واحد عامل بلوي قد كده فنام في الرؤية شاف عرفهم ازاي ما انا هقول لك ما انا بقول لك اهو ماشي نام شاف ان في حد بيقومه ابوه مثلا ميت فبيضربه بسا بيضربه ده معناه ايه معناه ان انت ازنبت زم واجا وليه ليه ما نقولش زم حضرتك قلت في اول الكلام ان انا بيبقى المخزون اللي عندي فعل الباطن بيطلع وانا ناي ما انا هقول لك بيهيقلي حاجات دي ما افترجع لي انا اشليك انت تمام ازاي بقى انت هتجي تحكيلي هتقول لي شفت كذا كذا ممكن كمان الضربة في المنام احسان يعني احسان لكن بقى الفراسة والخبرة والعمر الطويل في الموضوع ده ادى ان انا افهم الرؤية دي معناها ايه خدت بالحضرتك فبييجي منزرة منزرة ليك خلي بالك يعني انت تاني مرة وما تعملش كده تمام زاجرة تدرك على شيء انت ناوي تعمله تمام يعني شر ناوي تعمل حاجة وفشة بتمنعك عن شيء انت كنت عايزش راح تعمله بالضبط يبعدك منها انت بقى بتحس البني ادم على فكرة بينه وبين ربنا قلبه هو المتصل بالله تعالى وهو اللي بيقوله بيخبره بما سيجري يعني بيقولك استفتي قلبك ولو قفتوك حتى لو انا قعد تفتيك لبكرة هي الفتوى دي المقصود بها ايه تفسير الاحلام تمام خدت بالك فانا لو قعد تفتيك لبكرة لكن انت قلبك حاسس ان في حلقة ضاية الحلقة دي عندك انت انا بوصلك بس للطريق وانت تكمل بقى بنورلك يعني انا عرفتك بس تسكة بتاكلم بتاعك وانت بقى تكمل بقى اما البشارة دي ايوة ابشر بقى ابشر جايلك بكرة بكون ايه في الرؤية تلاتة دول في الرؤية لا مش كزا رؤية ما انا بقولك رؤية بتجيلك مبشرة رؤية كده رؤية زاجرة رؤية اه منزرة دولة في الرؤية اما بقى اضغاص الاحلام اللي هي بقى ما يعني يهم المرء والبني ادم نايم مقلق ممكن يكون واكل واكل حاجة تقيلة مش قبل بشكل حلم من الشيطان اه طبعا بقى بص الحلم من ايه من الشيطان والنفس النفس بتهيألك بقى ايه حاجات انت يعني وحشة حاجات مش كويسة خدت بالك والشيطان بقى يكتم على انفاسك وهو اسمه الجاثوم الجاثوم ده يكتم على البني ادم ويخليه لا عارف ينتق ولا عارف طبعا علاجه علاجه الشيخ الشيخ برضو هيقوله لنا يعني شوية عشان الناس لو حسد بس قولي لي ايه رأيك في الناس اللي بيقولون ان تفسير الاحلام اصلا ما هو الى بدع بص انا قلتلك كل حد متكلم في الغيب مرضود عليه الا مفسر الاحلام لاني بتحدث بعلم له اصول في الشريعة وله ايه ويتحدث في الغيبيات ولكن مش من حق اي حد يعني يحكم حكم شرعي برؤية لانه غايب الفكرة بس في حاجة ان انا مش هاجة طلع اقول له بعد قصدك اللي جاي بيفصل احلام او لو مثلا ممضوح قال لي فيه واحد بيفصل احلام هنا او شيخ او دكتور او او هروح اقول له نبو وريني شهاداته لا مش هتقول وريني له شهاداته اولا بقولك بترجع لفراسة حضرتك اولا انت بتبصله مش كل الناس مش كل الناس زكية ولا كل الناس عندها فراسة لا 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 ولا كل الناس ولا وجود